يا تقن العافية فيما يتعلق في المحاضرة القادمة سنتحدث وجهيا عن واجبات جهات التوثيق ماذا يترتب عليها من واجبات من اصدار شهادة التوثيق الالكتروني وندخل في تعريف شهادة التوثيق بيانات شهادة التوثيق ما هي البيانات الالزامية وما هي البيانات الاختيارية إضافة إلى من واجبات جهة التوثيق أن تحقق السرية أن تحافظ على السرية إضافة سنتحدث عن هذه المسألة وما هي وما نص عليه القانون من عقوبات على انتهاك هذه السرية إضافة إلى وقف العمل بشهادة توثيق الإلكتروني وإلغاؤه هذا فيما يتعلق في المحاضرة القادمة أتمنى لكم الاستعداد في هذه المناقشة لتحدث عن واجبات التوثيق بعد حديثنا عن التوثيق الإلكتروني بشكل موسع دمتم بود والله يعطيكم العافية